اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشيدا جلالته بالدور الذي يقوم به تجمع الوحدة الوطنية في ترسيخ مقاومات العمل الوطني المخلص والامين على مصلحة الوطن واهله وتعزيز قيم الانتماء الوطني وخلال اللقاء اكد جلالة الملك ان شعب البحرين يستمد قوته دوما من التآخي والتعايش والوسطية مشددا جلالته على ان وحدتنا الوطنية هي الحصن الحصين لهذا الوطن ومؤكدا ان مملكة البحرين حققت بفضل تكاتف ابنائها وروح المحبة والاخوة والعيش المشترك الذي يجمعهم حققوا انجازات كثيرة عبر تاريخها وانها دائما تتجاوز الازمات التي تمر بها بسماحة اهلها وترابطهم وانها ستظل بلدا لجميع من يعيش على اراضيها ويعمل لخيرها وصلاحها دون اي تفرقة او تمييز واكد صاحب الجلالة حفظه الله ان مملكة البحرين ماضية بعون من الله في مسيرة التطوير والتحديث لتحقيق المزيد من الخير والتنمية والتطور وتعميق اسس المواطنة القائمة على العدالة والمساواة وتكافئ الفرص بعد ذلك ألقى فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف المحمود رئيس اللجنة العليا لتجمع الوحدة الوطنية كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الجلالة يطيب لي ان ارفع الى مقامكم السامي تحياتي وتقدير المشاركين في مؤتمر الاتحاد الخليجي مستقبل ومصير والذي عقد تحت رعايتكم الكريمة في الفترة من 12 الى 13 نوفمبر 2016 وأتشرف مع الاخوة والاخوات الذين عملوا زمنا طويلا ليلا ونهارا للإعداد للمؤتمر ولنجاحه إن مبادرة جلالتكم لوضع هذا المؤتمر تحت رعاية جلالتكم الكريمة ليعبر عن نظرتكم الثاقبة لمستقبل منطقة الخليج العربي التي تعيش في ظروف صعبة غاية في الدقة في ظل تربص المتربصين للنيل من أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية الحيوية في الماضي والحيوية في الحاضر والحيوية أيضا في المستقبل وتأتي هذه المبادرة تقديرا من جلالتكم لأهمية تحقيق دعوة الاتحاد الخليجي التي أطلقها المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود التي باركتموها وإيتموها في كلمتكم السامية بمناسبة العيد الوطني المجيد يوم 16 ديسمبر 2013 وأعلنتم عن استعداد مملكة البحرين حالا للاتحاد الخليجي وهذا الموقف كان واضحا في دعواتكم المتكررة للمضي إلى الاتحاد وفي جهودكم المستمرة لإنجاز هذه الأمنية التي تشكل آمال وتطلعات شعب الخليج العربي الواحد وتمثل حجر الزاوية لبناء مستقبل هذه المنطقة وهذه الأمة صاحب الجلالة فقل انعقد المؤتمر بمشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين من أبناء دول مجلس التعاون وناقشت الأوراق المطروحة محورين محور التجارب الاتحادية الذي شمل تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة تجربة دولة الاتحاد الماليزي تجربة الاتحاد الأوروبي محور ضرورات الاتحاد الخليجي ومردوده على شعب دول الخليج العربي وقد شمل طرورات الاتحاد الخليجي والتحديات التي تواجهه الهوية الخليجية الواحدة البعد الأمني والاستراتيجي للاتحاد الخليجي الاتحاد الخليجي سياسياً الجذور التاريخية الموحدة لشعب ودول الخليج العربي الاتحاد الخليجي رؤية مستقبلية وقد أكد الحاضرون على أن الاتحاد الخليجي يشكل أمل وتطلع شعب المنطقة الواحد وأنه بإذن الله تعالى السد المنيع لصد ومواجهة التدخلات الأجنبية في شؤون دولنا الداخلية إنما يطالب به شعب الخليج هو التدرج في تحقيق هذا الأمل والانتقال به وفق خطوات مدروسة من خلال توحيد مواقف دول الخليج العربي الدفاعية والأمنية والخارجية والسياسية والاقتصادية والتجارية أن يبدأ الاتحاد الخليجي بالدول التي تكون مستعدة ويبقى الباب مفتوحا لانضمام باقي الدول إليه حسب جاهزية كل دولة فهو اتحاد على مراحل وبحسب استعداد كل دولة من دول مجلس تعاون الخليج العربي كما اتفق المؤتمرون على تشكيل أمانة عامة للمؤتمر يتولى مسؤوليتها تجمع الوحدة الوطنية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني في دول الخليج العربي وقد قمنا بتشكيل أمانة المؤتمر برئاسة الأخ المهندس أبدالله لحويحي حيث تسعى هذه الأمانة إلى إقامة هذا المؤتمر بشكل دوري بين دول مجلس التعاون الخليجي إذا أمكن مع تأمين التأييد الشعبي في دول مجلس التعاون وما الوثيقة التي تم التوقيع عليها من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومواطني دول الخليج العربي إلا خطوة في طريق هذا الحراك الشعبي خدمة لمشروع الاتحاد الخليجي وقد خصصنا ميزانية صغيرة لاستمرار هذا الجهد الوطني صاحب الجلالة إننا في تجمع الوحدة الوطنية نؤكد تأييدنا لجهود جلالتكم لدعم التوجه الاتحادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وبذات الوقت ندعم توجهكم لتحقيق أمن واستقرار وتقدم وتنمية مملكة البحرين وأيضا تأييدنا لإنفاذ القانون في حق من أجرم في حق هذا الوطن إقامة للعدل وصونا للحقوق ووفاء بالعهد وتحقيقا للحياة الكريمة لأبناء هذه المملكة والمقيمين على أرضها صاحب الجلالة ننتهز هذه الفرصة لنعبر لجلالتكم عن شكرنا وشكر شعب البحرين بجميع قواه وشرائحه على توجيه استلالتكم بالأمس إلى أن تكون ضوابط وإجراءات ترشيد إنفاق المال العام مبنية على التوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واضعين في الاعتبار تقديم الأهم على الأقل أهمية لما فيه صالح الوطن والمواطنين من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود خاصة لقد استعشعر شعب البحرين أن هذا التوجيه كان استجابة لنداءات المواطنين والسادة نواب الشعب ومؤسسات المجتمع المدني ومن بينها تجمع الوحدة الوطنية لإعادة النظر في القرار الصادر بإيقاف صرف العلاوة الدورية السنوية المستحقة في شهر يناير 2017 لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والموظفين بجميع الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة كما كان توجيهكم السامي محققاً للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي نصت عليه الفقرة ألف من المادة 32 من الدستور التي تقول يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور ولا يفوتنا هنا أن نشيد بجهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ونائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على جهودهم لتحقيق تطلعات جلالتكم لتنفيذ مشروعكم الإصلاحي في ختام هذه الكلمة نرفع إلى مقام جلالتكم خالص الشكر وعظيم الامتنان لدعمكم ورعايتكم هذه الفعالية معاهدين جلالتكم السير قدماً في ظل قيادتكم الرشيدة ومشروعكم الإصلاحي بما يحقق لهذا الوطن والمقيمين على أرضه الأمن والاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة وفق الله جلالتكم وسدد على طريق الخير خطاكم لحفظ البحرين ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل سوء ومكروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 شكرا